اشتركوا في القناة بعد ثبوت نجاعة تلقيح ضد هذا الفيروس الموت يغيب كبير المفوذين الفلسطينيين في محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية صعب عرقات بعد إصابته بفيروس كورونا أهلا بكم مشاهدين من جديد تتوصل أشغال ملتقى الحوار السياسي الليبي لليوم الثاني على التوالي الذي تستضيفه تونس برعاية أممية وبمشاركة ممثلين عن مختلف الفرقاء والأطياف السياسية ومكونات البلاد وستتم ملاقشة مسودة سياسية وطنية للحل الشامل في ليبيا متكونة من سبع مواد سياسية انطلق الفرقاء الليبيون برعاية الأمم المتحدة في الاطلاع عليها والتباحث بشأنها مساء أمس بعد افتتاح الملتقى بمشاركة 75 شخصية يمثلون ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الليبي وبرعاية الأمم المتحدة وفي إطار اليوم الثاني من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ينعقد في تونس تحت شعار ليبيا أولا تتم مناقشة مسودة خارطة طريق سياسية تحت مسمى وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل ملتقى الحوار تعلق على نتائجه آمان كبيرة علىه ينهي سنوات الصراع ويخمد نيران الحروب ويسكت أزيز الرصاص وينذي قدما نحو استحقاق انتخابي وتأسيس مرحلة انتقالية نبرة تفاؤل كبيرة أن يخرج هذا المؤتمر على الأقل بخارطة الطريق فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية لكن قد تطول مسألة اختيار الشخصيات والمرشحين لمجلس الرئاسة أو رئيس الحكومة المقبل لكن على الأقل قد يخرج هذا المؤتمر خلال الستة أيام المقبلة بموعد ربما يكون هو موعد أولي للانتخابات البرلمانية المقبلة في ليبيا وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل تتضمن في بونودها السبعة اثنتي عشرة نقطة خاصة بالمبادئ الحاكمة للبرنامج السياسي الوطني والتي تنص على ضرورة أن يتمتع جامع الليبيين بحقوقه ومسؤوليات المواطنة الكاملة ومنها حقهم في العيش الكريم والاستقرار والأمن والعدالة والحفاظ على سيادة الدولة ومدنيتها ووحدتها وسلامة أراضيها ستتم المناقشة حول الآلية التي سيتم بها الاختيار الهيكلية تعرفين أن هذه المدة هي مدة انتقالية لمرحلة انتخابية بعد هذه المرحلة كما تنص مسودة وثيقة البرنامج السياسي الوطني للمرحلة التمهيدية للحل الشامل على منح الثقة للحكومة القادمة في غضون 18 شهرا وتنتهي هذه المرحلة بانتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للقاعدة الدستورية والآجال المتفق عليها هذا وتتضمن المسودة أولويات السلطة التمهيدية في المرحلة التمهيدية وبمجرد التوافق على الجهاد التمهيدية يتم الانتلاق في مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية كما تنص المسودة أيضا على أن تكون حصرية امتلاك السلاح واستعمال القوة حكرا على الدولة هذا وتنص على أن يكون هدف البرنامج السياسي هو الوصول إلى انتخابات عامة لتجديد الشرعية السياسية وعلى أمل ترجمة كل هذه التوافقات والتفاهمات إلى اتفاق سياسي وأمني وتكريس المصالحة الوطنية يبقى التأسيس لمرحلة ديمقراطية في ليبيا هو الحل الأمثل والسبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار ورسمي استقبل شعاره السلم والأمن في هذا البلد الشقيق إذن احتضان تونس للحوار السياسي ليبي هو في الواقع امتداد لدور حيوي وفعال طالما لعبته الدبلوماسية تونسية من أجل إيجاد تسوية للصراع الدائر الذي يعصف بالجارة ليبيا منذ سنوات هو ليس خيارا بل أن القرب الجغرافي والعلاقات التاريخية مع ليبيا اقتضايا أن تلعب تونس دور الوسيط لإيجاد تسوية للأزمة في الجارة ليبيا على أساس وأن أمنها من أمن تونس وكانت المقربة التونسية للحل تقوم بالأساس على دعم التسوية السياسية وكل مبادرة قابلة للتنفيذ وقادرة على إيجاد حل سلمي وتحقيق الاستقرار في البلاد مع الوقوف على نفس المسافة بين كافة الأطراف المتنازعة في هذا السياق تقدمت تونس بمبادرة عام 17 و2000 رهنت على رعاية ثلاثية لحوار ليبي ليبي تشرف عليه دول الجوار وهي تونس والجزائر ومصر وقامت المبادرة بالأساس على التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدة ترابها وبالحل السياسي كمخرج للأزمة على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع بصخيرات عام 15 و2000 كما شددت المبادرة التونسية على رفض الحل العسكري وأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الليبي من منطلق إيمان تونس بأن التسوية يجب أن تأتي من الداخل من عند الفرقاء الليبيين أنفسهم وواصلت تونس نهجها في الدفع باتجاه دعم الحوار الليبي الليبي معربة دائما عن استعدادها لقيادة تسوية شاملة للأزمة تلك الجهود قوبلت بإشادة أممية وإيمانا بأهمية ديبلوماسيتها وثقة في رساقة توجهاتها ومواقفها ولكونها دولة جوار شاركت تونس في عديد المؤتمرات والملتقيات التي تباحثت الشأن الليبي على غرار مؤتمر روما كما كانت وجهة للتشاور معها حول هذا الملف بل وأيضا الجهة التي يفق بها الليبيون حيث فوض لها المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية البحث في الإمكانيات المتاحة للخروج بحل للأزمة اليوم يجتمع الفرقاء الليبيون على أرض تونس تأكيدا على أن الحل الأمثل للأزمة لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وبالتزامن مع الحوار السياسي الليبي في تونس تنطلق اليوم جولة سادسة من مباحثات اللجنة العسكرية ليبية المشتركة 5 زائد 5 في مدينة السرطة ليبية ذلك إلى غاية الثالث عشر من الشهر الجارية وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تشارك في المباحثات أن هذه الجولة تنعقد بهدف استكمال لألية تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في جناف الشهر الماضي بالإضافة إلى استكمال تشكيل اللجنة الفرعية المتخصصة وكانت أربع وجولة سابقة انعقدت في جناف فيما انعقدت الأخيرة لأول مرة داخل ليبيا في مدينة إغدامس تونس لها أولوية الحصول على التلقيح ضد فيروس كورونا وذلك بعد انخيراتها في مبادرة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية خاصة بعد ثبوت نجاعة 11 تلقيح ضد هذا الفيروس ملفات تورحت خلال اجتماع عن بعظم 55 مشاركا بينهم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ومعهد باستر هو التفاوض عن بعد مع منظمة الصحة العالمية بعد انخيرات تونس في مبادرة كوفاكس التي تمنحها أولوية الحصول على التلقيح ضد فيروس كورونا مؤشرات يبدو أنها إيجابية خاصة مع ثبوت نجاعة 11 تلقيحا فمعدة تلقيح في صدد التطوير وبالضبط فمحدش في مرحلة متقدمة وهي مرحلة تجارب السريرية الثالثة وهي المرحلة الأخيرة قبل التسويق المنظمة العالمية للصحة في شراكة مع جافي ومع أطراف أخرى عملوا هذه المبادرة سماها كوفاكس الهدف هي كما قلت لكم معناها توفير عدد ممكن عدد معناها متلقيح حتى يمكننا فم قسطي يكون مجاني والأخرين يكونوا بأسوام معقولة بش يمكنوا الناس متلقيح الفئات التي لها أولويات إجراء التلقيح تم تحديدها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مثلا الناس اللي كان يمرضوا بش يعملوا حالات نجمة تتعكر هما المتقدمين في السن واللي عندهم أمرض مزمنة لكن فما أيضا التقم الصحي اللي هو في الواجهة يسمو يبدأ جاهز بش يقاوم المرض هذية فما أيضا كبار المسؤولين كيف كيف يبدأوا جاهزين بش البلاد ما تقفش فما حتى المنظمة العالمية للصحة عملت هي معناها دي بخيوغيتي احنا طوال عندنا دي جاء قبل كنت نسمع سيد مدير عام للصحة نحكيه على زوز ملايين ونص متاع مواطنين للنجم يشملهم التلقيح وهو ما يساوي حوالي عشرين في المياه من المواطنين بتاعنا كما أن هناك خلايا سلبة وزارة الصحة في تواصل وطفاوض دائم مع مخابر كبرى مصنعة للقاح ضد فيروس كورونا بخلاف كوفاكس معناه فما خلية في وزارة الصحة اللي تشوف بيانسور واتتابع معناها المبادرة هذه منظمة العالمية للصحة وأيضا الخلية هذه هي في علاقة ومتموقعة مع المخابر الكبرى اللي هما زاد مصنعين التلقيح هذه بشتودة في بالك كما قلت لك فما حديش تلقيح اللي هي في مرحة المتقدمة لك فما حديش المخبر اللي يعملهم بالضبط فما عشر خطر فما واحد من المخابر عنده زوز أنواع من التلقيح وعدد من المخابر مشارك في المبادرة متاع كوفاكس وفما واحدات مهمش مشاركين يذكر أن هذه المفاوضات ضمت خمسا وخمسين مشاركا منهم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ومهات باستور وممول برنامج الاستراتيجية التونسية لمكافحة فيروس كورونا جملة من الإجراءات اللوقائية اتخذتها اللجنة العلمية القرى لمتابعة انتشار فيروس كورونا من أجل تصدي لخطر كوفيد-19 للوافدين على تونس من أبرزها ضرورة اعلام المسافرين من قبل المصالح المختصة بالتدابير الوقائي المتخذة ومراقبة جميع المسافرين قبل سفر على أن يتم منع السفر على كل مسافر يعاني من أعراض سيتم بداية من الاثنين القادم السادس عشر من نوفمبر الجيري اعتماد إجبارية الحجر الصحي الذاتي للوافدين على تونس في مكان الإقامة أو النزل المخصص للغرض بصفة اختيارية لمدة 14 يوما وفق ما اعتمدته اللجنة العلمية القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا من إجراءات التوقي من خطر كوفيد-19 حجر صحي إجبالي على انفقة المعنيين بالأمر مع ضرورة تثبت المصالح الجهوية للصحة من مدى توفر الإمكانيات الضرورية على مستوى مكان الإقامة لاحترام ظروف الحجر الصحي الذاتي وفي سورة عدم توفرها أو في حال عدم احترام الحجر الصحي الذاتي يتم وضع المعنيين بالأمر في الحجر الصحي الإجبالي ليجرى المعنيون بهذا القرار وبصفة اختيارية اختبار بيسيار في اليوم السابع من الحجر الصحي وفي سورة سلبية هذا الاختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي أما عند ظهور الأعراض خلال هذه الفترة يتم القيام بهذا الاختبار من قبل المصالح الجهوية للصحة وعلى نفقة الدولة وفي حال استحالة الحصول على تحليل مخبر سلبي عند الوصول أقرت اللجنة إجبالية الحجر الصحي بالنزول المخصص للغرض لمدة ثلاثة أيام على نفقة المسافر وإجراء اختبار كوفيد-19 عند الوصول من قبل المصالح الجهوية للصحة ويكون على نفقة المسافر أيضا على أن يواصل في حال كانت نتيجة التحليل السلبي الحجر الصحي الذاتي في مكان الإقامة أو نزول المخصص للغرض إلى حدود 14 يوما بصفة اختيارية مع إمكانيات إجراء اختبار ثاني في اليوم السابع من الحجر الصحي على نفقة المعني بالأمر أما في حالات العودة من إقامة قصيرة خارج تونس أقل من خمسة أيام فقد أقارت اللجنة إجبالية الحجر الصحي الذاتي في مكان الإقامة أو النزول المخصص للغرض بصفة اختيارية على نفقة المعني بالأمر لمدة سبعة أيام مع إجراء اختبار بسيارة على نفقته أيضا في سورة ظهور الأعراض وعند القدوم إلى تونس لإقامة قصيرة أكدت اللجنة إجبالية الاستظهار بنتيجة اختبار سلبي لا يتعدى على إجازه 72 و70 ساعة عند التسجيل للسفر أما بالنسبة للسفر الطارة لأسباب عائلية أو مهنية أو صحية وإن لم يتوفر الوقت الكافي لإجراء التحرير المخبري يجب طلب ترخيص مسبق في الغرض لدى السلطات الصحية على أن يتم تقديم المبرارات اللازمة والبرنامج المحدد لزيارة أو المهمة والالتزام بتطبيق الإجراءات البقائية عقد رئيس الحكومة هشام ألمشيشي مساء أمس لقاءا إعلاميا تطرق فيه إلى حل أزمة الكامور بولاية تطوين وإلى آخر تطورات الوضع الصحي والإجراءات المتخذة في هذا المجال في لقاء إعلامي عقده بقاعة العمليات بلعوين خصصا للعودة على القرارات الحكومية لحل أزمة الكامور والوضع الصحي بالبلاد وفيما يتعلق بالوضع الصحي العام بالبلاد وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي الوضع الوبائي في علاقة بانتشار كوفيد-19 بأنه صعب وصعب جدا معلنا أنه تأسيسا على هذه الوضعية ستمر الحكومة بداية من اليوم الثلاثة إلى مرحلة أكثر صرامة على مستوى تطبيق الإجراءات المعلن عنها للحد من انتشار الفيروس مع ما يفرضه ذلك من حزم في انفاذ القانون على المخالفين نتعدى إلى مرحلة أكثر صرامة في تطبيق الإجراءات وأنا كنت مع السادة الولاة والسادة الوزراء المعنيين وخاصة منهم السيد وزير الداخلية اللي دعيتهم إلى الانطلاق في حملات متواصلة لانفاذ القانون وأشار رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى أن الحكومة ستطلق هذا الأسبوع حملة لتوزيع الكمامات على الفئات الضعيفة بالإضافة إلى العمل على مضاعفة عدد الحافلات والحرص على تطبيق ارتداء الكمامة لمنع انتشار الحدوى الحمل الإجباري للكمامات يعني كذلك منع التجمعات لأكثر من أربع أشخاص يعني كذلك بالنسبة لمحطات النقل ستتم مراقبتها بصفة مكثفة وتطبيق الخطايا اللازمة على كل من لا يمتثل إلى الإجراءات وفيما يتعلق بملف الكامور قال رئيس الحكومة إنه لم يتم اختزال حل مشكل أهالي تطوين في اتفاق جوان 2017 وإنما تم تجاوزه في اتجاه البحث عن حلول تكفل استدامة مواطن الشغل وتمكين الشركات في الجهة من إبرام صفقات مباشرة وإيجاد أسواق لها على مستوى الجهة والمناطق المجاورة وحنا حتى في تفعيل القرارات هذه اعتمدنا على آليات متابعة تشاركية أنا طلبت من السيد الوالي انطلاقا من اليوم بشي حظر جدول المتابعة للقرارات وفي سياق متصل أعلن المشيشي أن الحكومة قررت عقد مجلس وزاري لفائدة ولاية قفصة على أن يعمل فريق عمل تم أحداثه لمتابعة مشاكل التنمية بالمناطق التي لم يمر منها قطار التنمية على غرار كبلي التي سيتم تفعيل الإجراءات الخاصة بها قريبا كما سيتم الدخول في حوار مع المنظمات والسلطات الجهوية بكل من جندوبة والسيدي بوزيد والقصرين يشتكي عدد من مرتدي المستشفى الجامعي بمدنين من غياب ألة اسكنار بهذه المؤسسة الصحية وما يكبدهم ذلك من معاناة إضافية في المقابل تعمل إدارة مستشفى على إيجاد حل لهذا الإشكال مستشفى الجامعي بمدنين منذ أكثر من ستة أشهر توقف قسم السكنار بالمستشفى ومعه توقفت الخدمات المجدات للمواطنين رغم وجود طبيب مختص في الأشعب المستشفى فتكبد المواطنون معاناة إضافية جراء توقف عمل السكنار السكنار هذا عنده مشة كبيرة لخاطر أنا الولد أو مثلا مريض نرطينا نخرج لبرة نعمله السكنار بفلوس خاص ثم الناس ما عندهاش فلوس ما عندهاش ممكانية يجب ما نقولنا حل مثلا في ضيح مدنين ما فيهاش سكنار ما فيهاش كل شيء إصبيتار جامعي معاناة هذه أبسط حاجة باش نوفرها للمواطن هنا في مدنين وين يجوا وقلوا فاسدة هذي مش عام مش تنين مش ثلاث أنا عندي مرأة ديما هنا ديما تعدي عندها مرض مزمن ومستحيلة كان مرة ثم سكنار هنا ياما يقولك بر الزرزيس ياما بر الجابس أنا عندك فلوس تمشي تعمل بره سكنار باهي وكان ما عندكش فلوس موت إدارة المستشفى الجامعي بمدنين تعمل برأي مديرها على إيجاد حل في أقرب الأوقات تم إشكالية ما بين المزود معت الممثل الشركة الصينية في تونس وهو الشركة الأم غادي تم إشكاليات والغالب معت بقاءة وزارة الصحة في إشكال مبناتهم معت التويب هدايا معت الأجل متاع التغيير متاعه طاح نهار 26 متى جوان إن شاء الله نأمنوا تتسرع تضاف الجهود باش يبدلون التويب هدايا في أسرع وقت غياب آلة سكنار وحد من إشكالات عديدة تعاني منها ولاية مدنين على مستوى لطباء المختصين إضافة إلى ترد الخدمات في عدد من المؤسسات الاستشفائية بالجهة لفقدان الموارد البشرية الضرورية وكذلك التجهيزات لإنجاز هذه المهمات رغم الجهد المبذول من الأسرة الصحية العاملة في هذا الوقت بالجهة وفي مستجدات أخبار العربية والدولية توفي اليوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير الفلسطينية وكبير المفاوذين الفلسطينيين أساء بقصاء بعرقات بعد إصابته بفيروس كورونا أواء الشهر أكتوبر الماضي في الورقة التالية أبرز المحطات في مسيرة الفقيد السياسية فقدت الساحة السياسية الفلسطينية اليوم أحد أبرز أعلمها الأكاديمي والسياسي والمفاوذ صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن عمر نهزة 65 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ففي التاسع من أكتوبر الماضي أعلن عريقات في تغريدة على تويتر إصابته بالفيروس مؤكدا أنه يشكو من أعراض صعبة نتيجة نقص المناعة وبعد تدهور حالته الصحية نقل عريقات في الثامن عشر من الشهر نفسي إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية في القدس المحتلة بطلب من المسؤولين الفلسطينيين لتلقي العلاج وبينات منظمة التحرير الفلسطينية أن عريقات كان بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017 لتنتهي بذلك مسيرة رجل كان يؤمن بأن المفاوضات هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع مع المحتلة الإسرائيلية مسيرة انطلقت من مدينة آريحة بالظفة الغربية حيث ولد صائب محمد صالح عريقات في الثامن والعشرين من أفريل من سنة خمس وخمسين وتسعمائة وألف كان السادسة من بين سبعة إخوة وأخوات لأسرة تنحدر من بلدة أبوديس شرق مدينة القدس وبعد أن أنهر مرحلة ثانوية في آريحة سافر عريقات إلى الولايات المتحدة وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية ثم على شهادة الدكتوراه في المملكة المتحدة تفوق في المسار الدراسي وظفه عريقات ليعزز حضوره في المشهد السياسي الفلسطيني حيث عرف بقدراته الكبيرة في المناورة وإتقان اللعبة السياسية نظرا لقدرته على الخروج بحلول ومواقف لدعم القضية الفلسطينية العادلة وكان عريقات أحد أبرز المتحدثين الفلسطينيين في الإعلام الغربي خلال الانتفاضة الثانية ولعب دورا بارزا في اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والمحتل الإسرائيلي وقد شغل منصب كبير المفاوذين الفلسطينيين من عام 95 وتسعمائة وألف إلى أربعة وألفين كان عريقات من المقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات وكان كذلك يحظى باحترام الكثير من الفلسطينيين وخاصة الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس وإلى جانب رصيده السياسي ترك عريقات إرفا ثقافيا يتلخص في تسعة كتب سياسية من أبرزها الحياة مفاوذات الذي صدر عام ثمانية وألفين وقد نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة نعى الفقيد صائب عريقات ووصفه بشهيد فلسطين مبينا أنه أمضى حياته مناظلا ومفاوذا صلبا دفاعا عن فلسطين وقضيتها وشعبها وقرارها الوطني وأكد عباس أن رحيل عريقات يمثل خسارة كبيرة لفلسطين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية كما أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام توجه الناخبون الأردنيون اليوم إلى سندق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب التاسع عشر في ظل وضع وبئي مقلق إثر الارتفاع الغير مسبوق في عدد حالة الإصابة بفيروس كورونا المسجلة بالبلاد ويدلي الناخبون المسجلون في اللوائح الانتخابية والبالغ عددهم حوالي خمسة ملايين ناخب لاختيار مئة وثلاثين نائبا وتشهد انتخابات 2020 مشاركة أكبر عدد من الأحزاب السياسية والقائمات مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة دعا الفريق الانتقالي لرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم إدارة الخدمات العامة للإقرار بفوز بايدن في الانتخابات للبدء في عملية انتقال السلطة يأتي ذلك فيما طلب وزير العدل الأمريكي من المدعين الاتحادين التحقيق في مزاع مخالفات في عملية التصويت يبدو أن عملية انتقال السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة قد يكون مسارها أكثر تعقيدا في ذل المعركة القانونية التي يخوذها الرئيس المنتهية وليته دونالد ترامب للتعني في نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد أن رفضت إدارة الخدمات العامة الحكومية التوقيع على خطاب يسمح لفريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ببدء عمله رسميا وقد حذر فريق بايدن من أنه قد يتخذ إجراءات قانونية إذا لم تقر إدارة الخدمات العامة بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأشار فريق بايدن إلى أن فوزه في الانتخابات واضح وبالتالي قد يكون التأخير في الاعتراف به كرئيس منتخب أمرا غير قانوني وتأتي تحذيرات فريق بايدن في وقت رفعت فيه حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم وتسعى الدعوى القضائية إلى إزدار أمر قضائي طار لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها هذا وقد فوز وزير العدل الأمريكي وليام بار ممثلي للدعاء الاتحاديين لفتح تحقيقات في مزاعم مخالفات التصويت وجدولة الأصوات من جهته قال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من حقه النظر في مزاعم المخالفات لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير في أخبار رياضة أعلن فريق أهل بنغازي الليبي ضم اللاعب الإفوري لترجع رياضي التونسي إبراهيمة وترى بمجيب عقد لمدة عام واحد ويذكر أنه في صورة تخطئ الفريق الليبي الدور التمهيدي الأول لكأس رابطة أبطل إفريقيا فإنه سيواجه في الدور الموالي فريق الترجع رياضي التونسي وكان وترى قد عزز في السابق صفوف كل من سانشاين ستارز الجنوب إفريقي ومالعب أبيجون الإفوري وندي البنزارتي قبل التوقيع لفائدة الترجع الرياضية خضى المنتخب الوطني لكرة القدم مساءمس حسته التدريبية الثانية استعدادا لمواجهتي تنزانيا في 13 و17 من الشهر الجاري لحساب الجولتين الثالثة والربعة من تصفية كأس الأمم الإفريقية التي ستدور العام القادم وسجلت الحصة التحق عديد العناصر بمقر تاربوس على غرار الياسس خيري ونعيم سليتي في انتظار اكتمال النصاب مساء اليوم بانضمام كل من وهبي الخزري ودي لامبرون ومحمد دراجر وحمزة رفيعة ختم هذا الموعد الإخباري مشاهدين إليكم تذكيرا بعنويل النشرة ملتقى الحوار السياسي ليبي يوصل أشغاله لليوم الثاني على التوالي في ورشة عمل مغلقة تبحث مسودة خارطة طريق لحل شامل في ليبيا تونس من بين البلدان ذات الأولوية في الحصول على التلقيح ضد فيروس كورونا وفق منظمة الساحة العالمية بعد ثبوت نجاعة تلقيح ضد هذا الفيروس الموت يغيب كبير المفاوذين الفلسطينيين في محادثات السلامة الفلسطينية الإسرائيلية صعب عرقات بعد إصابته بفيروس كورونا ونشير في الختام لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية شكرا لحسن المتابع والاهتمام في أمان الله